قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف دقيقة يمر بها العالم تعيد إلى الأذهان ذكريات من القلق والتوتر في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأكد الرئيس السيسي خلال كلمتي في احتفالية المولد النبوي الشريف أن الأزمات العالمية كانت كفيلة باقتلع الاقتصاد من جذوره لولا العمل التنموي المكثف الذي أثبت نجاحا كبيرا مما يؤكد أن الصعابة الحالية إلى زوال يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاتراب لم تحدث منذ عقود طويلة فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الآثار الناجم عن توقف عملية الانتاج في كبرى دول العالم وما عقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة والحق أقول لكم إن عصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكسف غير المسبوق في حدمه ونطاقه وسرعته قد أثبرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله